اشتركوا في القناة التقص اليوم تميز بوجود ضباب محلي صباح بكري ثم التقص مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلد اللي إن شاء الله في الجنوب والوسط الصحب تكون عابرة لكن في أقصى الشمال وتحديدا الشمال الغربي الصحب تكون أكثر كثافة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة في الشمال والوسط الريح تكون من قطاع الشمالي ولكن تكون من قطاع الشرقي في الجنوب البحر في الشمال والوسط تكون مضطرب ويكون مضطرب في قليل الإصطراب بالنسبة للجنوب درجات الحرارة اللي إن شاء الله في المناطق السحلية تكون بين 8 و 12 درجة وفي بقية المناطق تكون بين 4 و 9 درجات غدوة إن شاء الله يمكن يتوجود ضباب محلي صباح بكري ثم سحب عابرة في أغلب مناطق البلد الريح تكون في الشمال والوسط من القطاع الغربي وتكون من القطاع الشرقي في الجنوب البحر في الشمال يكون مضطرب ويكون قليل الإصطراب بالنسبة لبقية السواحل بصيفة عامة غدوة إن شاء الله درجات الحرارة بيش تكون مستقرة 16 درجة في قليبيا 19 في نابل 18 في تونس بيجا وزغوين 17 بالنسبة لبنزارت 16 درجة في تبرقات 19 جنوبا 18 سليانة 17 كيف وأقل في تلافي حدود 12 درجة أو أعلى في القيروين في حدود الواحد وعشرين درجة بالنسبة لمناطق السحلية 19 درجة في كل منسوسة والمونستير 18 درجة في المهدية 19 في سفيقس وجزيرة قرقنا 19 درجة أيضا بالنسبة لسي دي بوزيت 17 في القسرين 18 قفصة وقبس وبالنسبة لتوزر أعلى شوية في حدود 19 درجة وأقل شوية في قبلي 18 درجة بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي فغدوة إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في جزيرة جبهة تكون في حدود 17 درجة 19 في مدنين 18 في تطوين و17 درجة في رميدة بالنسبة للميلاح وصيد البحري فغدوة إن شاء الله الريح تكون من قطاع الغربي في كل منسيرات خليج تونس وأيضا في خليج جبهة وتكون شمالية غربية في كل من خليج الحمامات والشابة سرعة الريح تكون بين 15 و20 عقدة على كامل سواحل البلاد ما عدا في خليج جبهة تكون بين 10 و20 عقدة سرعة الريح تصل محليا 25 عقدة في منطقتين خليج الحمامات والشابة في السواحل الشمالية البحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب يكون قليل الاضطراب بالنسبة لخليج الحمامات والشابة ومتموج بالنسبة لخليج جبهة نشوفوا مع بعضنا درجات الحرارة القصوى اليوم الغد إن شاء الله في بعض العاصمة العربية والبلدين الأوروبية مكشرة 32 درجة دار البيضاء 21 19 في كل ميناء الجزائر وترابلس التقصافي في الخرطوم 31 درجة 28 درجة بالنسبة للقاهرة 25 مدينة المنورة 32 مكة المكرمة 26 مصقط 24 أبوظبيت 22 الدوحة 18 في الكويت 17 في كل من بغداد وبيروت 15 درجة في دمشق القدس الشريف 14 درجة وأقل بالنسبة لإسطنبول 11 درجة بالنسبة لرومة نزول أمطار 14 درجة جونيف أيضا نزول أمطار 12 درجة 13 في باريز 15 مرسيلي 11 في فيينا وأيضا في بروكسيل 10 درجات في مدريد وأعلى في لشبونة 17 درجة بالنسبة للنهارين نجيين إن شاء الله نهار لحد السحب تكون عابرة في أغلب مناطق البلاد الريح تكون من القطاع الغربي البحر في الشمال يكون مضطرب فشديد الاضطراب وبالنسبة لبقية السواحل يكون قليل الاضطراب درجة الحرارة القصوى تكون بين 17 و 22 درجة في حدود 15 درجة في المرتفعات نهار ثمين إن شاء الله ارتفاع طفيف في درجة الحرارة اللي بيش تكون بين 18 و 23 درجة في حدود 16 درجة في المرتفعات لكن السحب تكون عابرة في أغلب مناطق البلاد الريح من القطاع الغربي البحر في الشمال يكون مضطرب بالنسبة لبقية السواحل يكون قليل الاضطراب شروق الشمس وغضوة إن شاء الله يكون 27 و 28 دقيقة وغروبها الـ 85 دقائق اتنج متعرفوا أكثر معلومات إذا تصلتوا على رقم الموزع صوتي 88 40 40 تبعتوا إرسالية قصيرة أو تزور موقع الويب www.metu.in نخدم نشرتنا كما العادة بأوقات الصليت اليوم الغد إن شاء الله صليت الصبح تكون الـ 55 دقيقة صليت الظهر نصف نهار و 25 دقيقة صليت العصر مساعة 2 و 49 دقيقة بالنسبة لصليت المغرب تكون الـ 15 دقائق وصليت العشاء تكون الـ 6 و 41 دقيقة نحن وصلنا لخدام نشرتنا لليوم نتقابل وغضو إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله